هل تحل التعديلات المقترحة في البرلمان المصري أزمة قانون الإيجار القديم؟ قبل الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم علينا معرفة ما هو الوضع القانوني الحالي لعقود الإيجار قبل ما ابدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش تدعم المقطع بلايك تفاصيل الخبر بداية من 311996 تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 96 خضعت كافة عقود الإيجار المبرمة بداية من هذا التاريخ لقواعد القانون المدني والتي يحكمها مبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين أي بمعنى حرية طرفي العقد المالك والمؤجر أو المستاجر في وضع الشرط التي يرتضيها في عقد الإيجار أي أن يحق لهم تحديد الأجرى وتحديد مدة الإيجار أكبر مشكلتين حاليتين ولكن استمرت الأزمة قائمة بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة في أو قبل 311996 وظلت خضعت القانون رقم 49 لسنة 77 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وهذا يعني أن العقود المبرمة بداية من 311996 لا تسير المشكلات لإن من يحدد بنودها أطرافها دون تدخل من الدولة أما القوانين المبرمة قبل 311996 هي التي تسير المشكلات وخاصة الأجرى السابتة وامتداد عقد الإيجار حتى بعد انتهاء المدة لماذا العقود التي تغضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تسير هذه المشكلات لأن هذا القوانين قوانين خاصة قواعدها قواعد أمرا تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها كما أن هذا القوانين بها الكثير من القيود على المالك تكاد تنزع عنه صفة الملكية فعلى ثبيل المثال تنص المادة رقم 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إسقام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان ويحذر على المالك التعاقد قبل انتهاء هذا المدى مما يمثل قيد على حرية المالك في اختيار شخص المستاجر وجاءت المادة رقم 8 من ذات القانون لتنص على لا يجوز لشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتد ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد عن أربع أشهر استقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية ويعتبر في حكم إبقاء المسكن خالي التراخي عمدا عن إعدادها للاستغلال مما يعني أن المالك بمجرد إقامة المبنى بيصبح مهيئ للمستاجر ولا يجوز أن يتركه المالك دون استغلال بمدة تزيد عن أربع أشهر ليس هذا فحسب بل على المؤجر أن يسارع في إعدادها ونصت المادة رقم 9 من ذات القانون على استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 131 لسنة 1947 47 والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإجارات بمقدار الإعفاءات مما يمثل قيد على حرية المؤجر في تحديد الأجرة الملائمة للوحدة محل الإجار وأكدت على هذا المادة رقم 10 من ذات القانون الذي نصت عليه يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرافق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وتدخل الدولة للتحديد الأجرة من خلال لجان فنصت المادة رقم 12 من ذات القانون على يتولى تحديد أجرة الأماكن الخضعة لهذا القانون وتوزيعه على وحدات لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص وكذا نصت المادة رقم 13 من ذات القانون على مالك البناء في موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أي وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها أن يخطر اللجنة لتقوم اللجنة بتحديد أجرته وتوزيعه على وحداته ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها وفي امتداد عقد الإيجار رغم انتهاء مدة أو وفاة المستأجر نصت المادة رقم 29 من ذات القانون على الآتي لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين إسبق فيها زوجته أو أولاده الذين كانوا يقومين معه حتى الوفاء أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبيا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل فإسكانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورسته وشركاءه في استعمال العين بحسب الأحوال كما نصت المادة 76 من ذات القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 شهور كل من يخالف أحكام المواد رقم من 1 لـ 7 وـ 8 وـ 8 وـ 24 وـ 25 وجاء القانون 136 لسنة 81 ليكمل ما بداء القانون رقم 49 لسنة 1977 فنصت المادة الأولى منه على لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في إقامتها للأغراض السكنية اعتبارا من تاريخ العمل بإحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأراضي والمباني ونصت المادة رقم 18 في ذات القانون لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية الهدم الكل أو الجزء للمنشآت الأيلة للسقوط إذ لم يقم المستأجر بالوفاة الأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكلفته السبتة بأن المستأجر قد تناذل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي الثبت بحكم قضاء نهائي إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضر بثلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة ويتضح لنا من مما سبق إن الدولة تدخلت في وضع حد أقصى للأجرة لكنها لم تكتفي بذلك وفرضت امتداد عقد إيجار حتى بانتهاء مدته أو وفاة المستأجر وفرقت بين الوحدات المخصصة للغرض السكني وما إذا كانت العين المؤجرة مخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني لكن بالنسبة للعين المؤجرة للأغراض السكنية فالقواعد العامة في القانون المدني لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر وينتقل الحق فيه لورسته الشرعيين حتى وإن كانوا غير مقيمين معه إلا إن هذا ينطبق على المدة الأصلية فقط للعقد أما الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انقضاء مدته فتصدى له القانون رقم 49 لسنة 77 وتحديدا في المادة رقم 8 ثالفة الذكر حيث فرقت هذا المادة في المعاملة بين أفراد أسرة المستأجر كالتالي يمتد الإيجار لزوجة المستأجر وأولاده وولده دون شرط أن يكونوا مقيمين مع المستأجر مدة سابقة بالنسبة لأقارب المستأجر حد الدرجة الثالثة لا يمتد لأقارب المستأجر بعد الدرجة الثالثة امتداد عقد الإيجار للأقارب المصاهرة ويشترط لمن يرغب في استمرار عقد الإيجار ألا يكون له مسكن آخر في البلد ذاته هيكون فيه جزء تاني للفيديو ده لأن الخبر طويل شوية وبيشرح كل حاجة بالتفصيل انتظروا الجزء التاني إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك وإن كان عندك أي سفسار اتفضل كلمنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرفق رابط الصفحة أسفل كل فيديو شكرا لك على المشاهدة